تخيلي تكوني ضربة عشرة ديال العمر مع واحد الإنسان ما بيك معليك وكل شي يحعل أنه هو الشخص المثال لليك ويحتل ولداتك فإذا بيهي واحد النهار بحالة يسهر فقك شي حد من هاد الحلم وكتلقي راسك مع إنسان غير مكتافي بيك لا ماشي بنت لي مرة واحدة أخرى ولكن أصبح منهم أو لسنين ربما وهو منهم المهم مقام هي باش تسمعوا تفاصيل هاد الحكاية الكارثية ولكن نهاية ديالها شيء آخر ما كنت نظر أنكم كنت توقعها سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد كنت من لعناكم تكونوا بيخيروا على خير وموركم مانيا أحوالكم طيبة فموضوع حكايتنا الليلة الثالث مرة أو الثالث حالة اللي غدي ندوز دابا ولكن كل حالة كتختلف على الأخرى وما يمكنش طبيعة الحال كيف هاد العالم والتي يخلع ولكن من فضلكم قبل ما ندخل لهذه الحكاية بغيت نقول لأي وحدة بغيت تعودية الحكاية ديالها من فضلكم حتى تكونوا متأكدين أنكم بغيتوا تشاركوا مع هذه الحكاية كيف كتعرفوا أنا كنت نحط نهارية نهار الله ووقتي كامل كنت نسمع المشاكل ديال الناس وما كان بخيرش عليكم أنا نشاركها معكم فاللي بغيت تشارك مع هذه الحكاية ديالها ما تخليني نشتل آخر الدقيقة نسمع القصة بالتفاصيل ديالها والسلبيات ديالها وفي الخر في أخير النهار فاش نجي نصور تقولي لا ما بغيتش ندوزة لأنه هاد الأمر ما كان قبلوش حيث هذه ترتليه باشي تالت مرة ولا أعافكم اللي بغيت تدير الحكاية ديالها فتبارك الله راكم بعقولكم كونوا متأكدين من القرار ديالكم وديك السعر أسلوني وكيف العدد اللي بغيت تتواصل معي تواصل معي على الإنستاغرام ديالها هي حكاية حيث بزاف منكم تتواصل معي على الإنستاغرام ديالها وما كان قدرش نجاوب لانوتي يوصلوني إلى مسائل عديدة هذي حكاية كي يوصلوني فيها غير القصص فقط وكان قدر كنشوفهم كل مرة في الأسبوع وكان قدر نجاوب الجامع فكنتمنى أنكم تفهموني والمستمعين اللي كيستمعوا القصص ما كتعرفوش حال ديال العدب اللي كيكون من مرة هاد الحكاية خصوصا كندوزهم نهاريين نهار لو مكيناش يوحدة كتدير هاد المجود اللي كندير اعتارف انا اتلعود لكم الحكاية ديال الناس تقريبا كل نهار بالتفاصيل ديالهم بمونتاج بزاف ديال التفاصيل لك شي باش فاش كنقول لكم ما تبخلوش عليها بانكم تقطعوا لها زير الاعجاب لانه وهذا ما تكلفكم حتاش يمجود ولكن انا تدير معاي فرق كبير فاخر ما تعتلش عليكم اكتر حيث اش دويتي بزاف ونقول لكم يلا لنا ابتأ انا سعاد ما عارف شنو غادي نقول ولا حتى ابنين غادي نبدا نعرفكم واحد شوية على راسي وخا طفولتي ما عنداش صراحة علاقة بحكيتي ديال اليوم انا كنت عايشة وسط واحد عائلة ليه محافظة بزاف ما بين واحد الاب ليه هو شوية صعيب وصارم ليما كاش كي خلينا خرجو بزاف وام كانت حنينا ده انا جاني واحد السيد لي غادي يخطبني من مدينة واحدة اخرى لي كان اصلنا منها فواحد شوية كانت عندنا الفكرة شكون هو وولد منه والديه اللي عمرها دار وحتهما محافظين وميسورين غادي يجي يخطبني قدرنا العقد عالك في السنة تنح ما قوع لابعضياتنا مهلي فيها لواحد درجة ليه خيالية فأي واحد نعائزنا كيشوفنا تيقولوا سعاد عندها الظهر تيصر لها زواجها ودك ولدنا سرى مهلي فيها وما كيخلي ما يشري لها وهو ضريف وكيخاف الله المهم قاع المواصفات الحسنة اللي اضطح لكم على بلكم والتي اتمنى اي واحدة كينا في هذا السيد بعد ما تزوجنا تفقنا باش اننا نبقى مع بعضياتنا واحد شوية يوما نولدوش تدلس عامين حملت وولدت بنتي كنا صراحة نعيشين بخير واحد نهار في الوكند كنا خارجين في اماني له انا من عادي يمنين تنركب في موبيلته معاه كمدك نقلب ماربا ما يدبنت لي شي حاجه شي ميد درهم ميدين درهم تنزه ونضعه في السكت وهو كان عارفني يعني ماشي كونسانديرا من موراه فهو كان صايق لنا مخالفة في الطريق فات السرعة مسموحة بها فغادي يوقفنا واحد البوليسي على وديت الغارامة هو غادي يهبطل عنده وانا بالملال فجلس كان نقش وش ليه في موبيل دياله بحال كل مرة وما غادي يجي خاطري غير على واحد المجير اللي كان في موبيل وهنا غادي يلقى فيه تليفون وهذا التليفون كان ديالي كان قديمه ولي خسر ليه لفيتشير شعلته ولقيت بلي انه مصاوب دخلت منحوص نحظي ولا من سوق حظي غادي يلقى الكود اللي يدير فيه النفس اللي يدير في التليفون ديالي اللي عنده حليته وغادي يلقى فيه فيسبوك ميسنجر وواتساب علما انني قبل ما نعطيه ليه مسحت منه كل شي فضرني راسي قلت اجي نشوف وهنا غادي نحل فيسبوك وغادي يلقى دخل الجروبات ديالي الشواد اويلي يشهد الشي وايلي وهناي الله فترة رمضان ورجلي معروف عليه السلة والعبادة والرجولة والشهامة والقلدة راجل بمعنى الكلمة وما كانش شي حاجة بخلييني انني نشك فيه الحمد لله انا وانا ذاك ربي غادي يعطني واحد الصبر شفته راجع ومنتلي قضية حامضة شديدتك التليفون خبيته في ساكي حتى تدخلنا الواحد القوة مشيت للمرحاض ديالها اعزكم الله حليت التليفون جديد ودخلت نقلب وهنا تلقى باللي انه دير فيسبوك جديد بسمية وكنية متعشي واحد اخر بهذاك الفيسبوك كانك يدخل الجروب باس متع الشواد وتيقلب هاد المعنى واعتدر على خليل في الاول بقيتك تنقول لا ميمكنش اكيد باللي انا غالطة وفهمت الامر بشي طريقة خطأة مقدرش نصدق غادي القابل لانه تيدخل يقلب في الجروب انتع الشواد في مدينة فاش كنا تنسكنه يعني ماشي مدينة واحد اخرى ولا خارج المغريب فالشي يدخل لهذا الجروب تيبدأ كيسول واشكين شي واحد هنا وكل واحد كانت يبدأ يدخل يدوي معاه ووتيصف تتصور وكيقول بالليش نبغى من بعدها تصمى غادي ندخل الواتتاب اللي غادي يلقى ماشي مجمع معاه واحد ولا خمسة ولا عشرة ولكن كثر من خمسين واحد تخيلوا معايا يعني السيد كانت يقلب من نيته سيد غارق في ذاك الفساد وعنده بزاف ديال النوامر اللي تيصوني عليهم انا ما عرفش واش ماتي سراتش ليه باش انه يتلقى بشي واحد ولا انا حصلت وضغية الله اعلم ولكن لقيت في واحد جماعة دياله مع شي واحد باللي انه شي مرة كان مجرب وفي جماعة واحد اخرى باللي انه غادي تهله فهذاك الشخص بفلوس اللي غادي يلبي لي الطلب دياله وباش يوحدين انهم يلبيوا لي المتطلبات دياله كانوا سيطلبوا من الرشاج ما كيلاش نتعمق لكم اكثر في تفاصيله هم خايبين وقمة الحقارة وسمحوا لي اذا دخلتكم معايا فالتوضيحات الخفيفة ولكن غير بغيت نحطكم في الصورة باش تعرفوا عليش كنت تكلم من بعد ذلك صدمة ديالي ودقائق طويلة وانا في المرحاض غادي نخرج وكانت بينعليب اللي انا ما شحت لهيه تحطينا الغضاء بدينا تناكله وانا غير كنت سهية فيه وانا نقول وش في علان هدا يقدر ديال هاد الشيء تسولني مالك لا ما ماليش غادي نخرجوا ولقيت راسي ما قدرش نصبر قلت له فلان لقيت عندك هاد تليفون دغية غادي نقز ويخرج فيه عينيه وقسم بالله ما ديالي اقسم بالله واش منيتك رات تليفوني هادا اه راني قديت لي لا في الشر وعطت لواحد صاحبي اللي خدم في ذاك البلاسة اه على صاحبك منهم وما عارت ليه ما عارت ليه افلان راني ماشي حمارة عزكم الله ماشي قدر ريا صغيرة راني صغيرة فلع مرآه ولكن راه ما تقدرش تتحكي لي باد الامور بقيت معاه وزيرته تخيلوا حتى غادي اعترف ليه انا انا دا قدرت فيها قوية وقيت له لي غادي نطوله غادي نقصروه انا متلني غير انا نسترك اركبنا الطوموبيل وتحركنا هنا سولته كيفاش اخويا اصلت بك الحقارة انك تضر مع الرجالة وتخرج معهم وانا ما فكرتش فيها اللي مرات كلها في بنتك مناش انا منقصك باش تنود تقلب على راجل واحد اخر شفتي كون حصلتك معاشي مره واحد اخرى نقدر نتقبله ونقول طبيعي ولكن معا راجل لا راه ما يمكنش بدا السيد غير تهيبكي وكين حط وقال ليه انا غادي نجيك للصراحة بلا ما غادي نكتب عليك يا سيدي شنو كين ذاك التليفون ديالي وانا غلط وسمحي ليه هادره ماشي غالط اخويا ليه وعادي اللي غادي ندوزه بشغيمة ديالما ونسمح ليك بهذا البساطة هادره كارثة عظمى دا بيننا في نظر كيفاش غادي ندير معامك ولمي ولبك نقول لي هم هاي ما حصلت على راجلي بقى غير سكت وتيبكي وكيندم ورجح حالته وباني يابل لي انه ندم ولكن انا مخش كنتيق فيه قال لي انا غلط وسمحي ليه لا ما يمكنش ما يمكنش وانا غلط وانا ركي يحرمني من حقي الشرعي كيفاش اخويا راني حرمك وانا كله نهار معاك هذا الشي باش قلت لكم بانه رابي فعيل والتصرفات دياله طبيعية ما يخلكش انك تشكي والمشكل انني انسانة زع ما ما نحتاجش نشكر لكم راسي اعاطي اللعين واي حاجة يقدر يقلب عليها في شقنت اخر انا فيها عييز معاه انا مناش حرمك ومنقصك ما رقما يقول ارجعنا للدار حطني وشا كنت حاسي براسي بلي انني مخنوقة ما لقيت المنعاود وضعت بياد الدنيا من غير واحد ختيل كبيرة غادي نصنع عليها بلا ما نتردد وعودت لها كل شي بالتفاصيل صدمتها قلت لها شوفي عافتي شنو تديري غادي تفشي هو الاول باش يخرج ذاك الغضب اللي عندك وتقدري تفكري شنو تديري فعلا تبعت كلامها اللي خلاني اني في هذه اللحظة غضب لمشي نتصرف بشي طريقة خاطئة وجاهلة وهنا بدأت فكرة واحدة كالدور في بالي هي انني انطلق حيث هذا هو الحل ممكن شتعيشي مع واحد الميول ديالو غير طبيعي وغير فطري غير مجرد تفكير في هذا الامر فهو جد مقزز وعودت مع اختي وفاش جاء ثاني بدأت يطلبه كيرغب انا شنو كنت نتنذير انا ذاك اكيد كنت تنحي التليفون انه يبدأ يسجل لهضرات ديالو كاملة بمعنى انه كي يعترف باللي انه الغلط منه ومشي مع الرجال اعزاكم الله ودوق التفاصيل الاخرى كنت كنت كنسجل هاد الشي كامله الصالح ديالي ليمشي شي نهاري ينكر مع التليفون اكيد لي كنت خبيته ديك ساعة تصدمت بزاف لدرجة تولي تنفكر نمشي عن شي طبيب نفساني ربما نفي شي خلل كيف لماذا نقدر نسى هاد الشي واذا نرجع معه لا عارف شنو ندير داس يومين حلا داك الحادث وطلبت منه انه يوصلني لغار نشي التران ونمشي لدارنا بدما نفكر شنو ندير في هذه الحريرة لدينا بزوج وانا غادف التران تنبكي غير بوحدي لربي اللي علم بيها حتى دخلت لدارنا وتلقيت مع ماما ودرت كأن شيئا لم يكن ضحكة ونشطة ولكن حدي كان دخل لبيتي كان سداليا وكان بكي مع راستي مزيان كان بقى كان صونع لاختي كان قولي انا خلاص نمشي عن شي طبي نحاول نفرغ لي هذا الشي باقي مازال مزيرني في هذه المرحلة في ان جاءتني الفكرة انا نشاركم حكيتي حيث فعلا ما كنش عارف شنو ندير وشنو الحل كنت عايشة معا حياة مستقرة واعرة ومحسودة عليها بين ليلة ونهار كل شي تقلب وحرت بزاف فذيكا اللحظة صبح الله رب يعطني واحد صبر عجيب وتنقول مخصصنيش ندير شي حاجة ندمر عليها من بعد شي ايام غدي يجي يلحق عليها وبدأت هيبكي وكيتنخصص شوف يا سعاد انا راني عمرني مخصص مع شي واحد راني غ كيفاش كنت غيكا تضحك اه راني كنت غيكا تضحك انا راني راني راجل كيفاش بغيتني نمشي مع شي واحد اه ولكن اراه ما يمكنش شي راجل ساوي في عقله وخغير بالضحك يدير فيسبوك ونضي يدوي مع ناس خصوصا انك كتتقلب عليهم من مدينتك لنفترض انه وجاتك ذيك الحالة وبغيت تضحك على عباد الله غدي تقلب بعيد ماشي في مدينتك انا ما قدرج نتقبل بحلاكك بقيت عليه لاحنا غدي نتفارقو ولكن اللي غدي تتالني هو اني ما غديش نشوه هك كيفاش نتفارقو وحبيا على وجه العشرة لانه مدهوزناش قليل على سبع سنين ديال العشرة السمن مع العسل وعندنا بنت ما بيناتنا فكرة في شي حل ومن صعبوش في القضية علينا ولا عشي شنو فكرة في شي حل لينا بزوج بلحت شحد ما يعرف بشنو واقع على وجهي بنتي في نظركم علاش حيث بنتي كبرت وسط موحيد زوين وعائلتهم كانت متشبتها مع بعضهم كبرت مع ولد عمامها مع جدتها اللي كانت كات حماق عليهم واحد العائلة اللي كانت زوينة انا ما بغيتش بنتي نعيشها في مستوى واحد اخر خصوصا انه كبرت معاه مع باباها وياك تحمق علي واحد درجة كبيرة متقدرواش تخيلوها فهو ما كان مجاوبني غير بسكات وما تفكر في حتى شي حل حيث كان عنده امل انني قدي نرجع ليه جاهزني وداني للدار مدويت معاه محتواله جارجا عندي تي طلبوك يرغب واسعاد غير جاوبيني غير دوي معي قلت لي واش فكرت في شي حل انا راسافي ما بقيش قدر انعيش معك او لا نعيش وخوت في نفس الدار وما تقرب ليه ما ن ان نقرب عليك على وجه ابنتنا ونكمله بعض الحلائق اي ان كان مع الوقت اذا تأكدت باللي بالصح انك باري وغير تضحك واخرها مستحيل يكون ضحك وم ترجع الثقا كي فما كنت ونقدروا نقدر بالامر بناتنا انا كنت مجبرة انني مبقى معاه حيثش فكرت انتطلقوا لكن اذا تطلقت انا وبنتي غنجول لضربا انا ما عنديش دار ما عنديش مدخول وماكملتش قريتي وضرنا علاقة الحال فخديت قرار انني ما نطلقش منه لانه انا وبنتي غادي نعيش في مستوى اللي ماش ونحنها من عائلتها وولاده وابنة عمه وليس حاجة وهي لا يوجد أي شيء في وسط هذا الشيء وهنا لا يوجد أي شيء خطأ لنصدق المسؤولية كلها فالله منص بره يريد أن يتكبر بنتي المهم، دعناها فجي صلحني وقاتي بكي عفاك غير ضيوي معي أنا رأيك نشوفك هكذا رأيك أنت تقهار أنا و أنا و أنا المهم دوكو تبحث عن دوله قلت لي أنت اللي خرج على راسك فلان كنا مزياني نو بخير ومشي تقلبتي على المشاكل أنت اللي درتي على راسك رب يعطاني بزاف ديال الصبر لأنني كنت تنحماق عليه وتنبغي له واحد درجة اللي كبيرة وكنت نشوفه هو كل شيء في حياتي اللي أنني دوجت به وأنا صغيرة حليت عيني عليه بهذه المعنى المهم الخلاصة قلت ليه أنا غدي نتطلح معك بشروط هو أنني غدي نبقى كندوي معك إنما تقرب ليك لا ما تقرب ليه ما تقرب ليك يعني العلاقة الويد ديالي كانت جاء معنا غدي نحبسوها وما غديش نبقى لهم سير مع راجل أو مرأة أو اللي كان أنا ما بختيش كتهمني قلت لي غدي نكمل معك على وجهي بنتي اللي ما كتشوفني هي كتتسولني مالكي واش بابا مقلقك وكتب دا كتبكي أو لبعد المرات كتجي عندي وكتقول لي يا مسبقى وش تتخاسمه علش كتتخاسمه عنقه وانا ما حد بنتي كتقول لي هكا ما بغيت عش تكبر في موحيط خايب خصوصا أنها كنت كتشوفنا ديما مع بعضياتنا وضحكين ومحابين داس شوية ديال الوقت معاني ديال انه ما يقربش مني كنت نقول لي هلا بغيت تقرب ليه واذا كنا غادي نتفارقه حي يديك الفكرة لانني كنت انا دا كنت قلتها في ساعات غضب اذا كنا غادي نتفارقه نجيب وليدك ونجيب وليديه ونجيبه داك التليفون ونحطوه كل شي من فوق الطبلة ملو والاخر هاد فلان شنودار وشنودار وشنودار ونخليوهم هما اللي غادي حكموا مبيناتنا انا انا داك كنت اكدني بقلي ان السيد سيكون شكري greet من فعلا ديالو وليس ي محصل عن فيه الواقع حي يقول لي ها من تصدى منيحلي اعجاب اصدوقو من غادي موجه. و لكن بشرط جيب وليدك و نضعه شنوكين و إذا بغيتي تبارك الله و إذا ما بغيتيش تبارك الله قال لي يا وخة و قلت كانت يديرها بعد غضاء و بعد غضاء و ما دادتها شي حاجة و صراحة حسيت باللي أنه يقدر يديرها لماذا؟ لأنه في الأخير وليدي سيبقى وليديه و ليس من ذلك النوع اللي حقه عنيين مئة في المئة اللي غادي يشوفوا أخطاء على ولدهم و ينكروه لا غا يبقى في جميع الحالات ولدهم يعني كونت ضحية فاتشي كامل؟ هيا أنا و بنتي يعني فاش تنقلس و كنفكر مع راسي أه بغيت ندير فيها عزة نفسي و حتى أنا نخرج و نكون مستقلة بداتي ولكن ذلك شي ممسلكش ممسلكني ش أنا حيث أنا الضحية و استهد شي كامل للفترض حطنا كل شي ما فوق الطبلة غادي يقول لي يا إما تكملي معاه يا إما تلقي منه و تخلي يتزوج ما يمكنش تبقي معاه و لا تعطيش حقه هذه هي الهضرة اللي غادي تكون مئة في المئة و في الأخير غادي نصدق أنا اللي يمشوها في العائلة ديالي و أخا هو اللي يمشوه بمعنى غادي نبقى عايشة مع واحد اللي كل شي عارف ضحته و أنا غادي نمرق كانوا عندي ثلاثة ديالحلول يا إما تشوه و نبقى نكمله معاه يا إما نكمل معاه حياتي عادي يا إما غادي نطلق و نعيش في الهم و الحزن المادي مشي القلبي حياتش عندي معاه بنت و المصارف ماشي سهلين و هي اليوم غادي و كاتكبر و أنا وليدية ماشي من نوع اللي غادي شدوا بنتهم في جميع الأحوال لا ولكن ما غاديش يتقبلوني متلقى و خصوصا أنا كنت عايشة في مستوى اللي هو طالع في الأخير هو غادي يكمل حياته و عادي و غادي يستمر و يجيب مرة أخرى و دلالي واحدة أخرين و أنا غادي بقضاحية أنا حاليا تندوي معاه عادي من بعد ما جاء صالحني بوحد شوية الدهب لقيمة ديالو تسعود ديال مليون قلت الله ماكا ولا بلاش أنا ما عرشوش هالشي اللي تنذير صحيح ولا لا المهم مخلي الأيام أنها توريني و أنا أكيد تنقو الفرسي غادي نرجع نقرأ و ننذير شي بخوجي علش بقى واقفة حتى إذا كنت قد نأخذ شي قرار مستقبلا نكون نوقف على شي حاجة لي صحيحة و ما نحتاج جتشي حد أنا مخليه حاليا هذا شي في ضله و داك تلفون بقي مخبيه عندي لي الضرورة أنا كنت أتمنى أنه اللي يسمع الحكاية ديالي ما تبخلوش علي بالأراء ديالكم باش نعرف شو ننذير في حياتي هو اليوم تيقول لي بلي أنه ندم و تيطلبني باش أننا نمشه للعمرة و حلف لي يتمة بلي أنه ما كانش ناوي هاد الساعة أنا راني رجعت معاه و كان دوي عادي و حتى شي حد ما عارف القصة ديالنا من غير الختي الكبيرة لي يلي كتعوني أنا نفكر بطريقة لي صحيحة و ماشي بالمشاعر ولكن بعقلانية وهذه هي كانت قصتي وهذه هي كانت حكاية سعاد يا سدى يا كرام كيف قلت لكم هذه الحكاية الثالثة في نفس الموضوع ولكن الأحداث كي يختلفوا من شخص الآخر فكنتمنى أنكم ما تبخلوش علي سعاد بالأراء ديالكم أنا ما غادي نقول لها حتى شي حاجة لأنه صراحة عقلي حتى لهذا المواضيع كيتوقف ما نقدرش نقول لها وش تمري معا ولا لا هي اللي غادي تعرف أمورها و دينياً ولا شرعياً ما عندي تشي فكرة على هذ الأمور فإذا كانت عندكم شي فكرة او لا شي اقتراح ما تبخلوش عليها هي حالياً رجعت معا البيت الزوجية عادي لأنه قنعها وقتنعت باللي أنه ما يبقىش يرجع لدك شي أو لا باللي أنه رمك يديروش و كانت هذيك غير ضحكة او لا وقية كانت يضحك به فالله أعلم فلهذا وأخيرا خليوا تعليق جيلكم السعاد دمتم في رعاية الله وحفظه وربما تلقوا غضة ولا بعد غضة حتى نشوف المهم أنا دائماً معكم معا تسعود بتوقيت المغرب دمتم في رعاية الله وحفظه سلام سلام